هذا وكان صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قد وصل اليوم إلى أبو ظبي في زيارة عمل إلى الدولة وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال الهيان رئيس الدولة حفظه الله كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايدال الهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايدال الهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون على الهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارتي شؤون الرئاسة